السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا بعد ما عرفنا احنا الماتيريالز الاشياء اللي نحتاجها للعمل في التطبيق يبقى علينا انه احنا نبلش بكتابة الكود طبعا خلوا في بالكم نقطك جدا 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 أساسية عمل الAPI جدا مهم يعني Ruby on Rails كان او اي لغة برمجية أخرى حاول تعلمون الAPI الAPI جدا مهم لانه انت بمجرد صناعة الAPI هذا الAPI راح يكون مثل الطين الصناعي ممكن انه تربطها انت مع اي لغة برمجية أخرى اي واجهة رسومية أخرى سوان انت ممكن تربطها مع الموبايل الAPI لا يفرق عندك انه مثلا اذا انت تريد تعمل تطبيق للموبايل سوان كان في ال React Native او Ionic او كان في Swift Kotlin و Java انت راح يكون اليك القابلية والقدرة انه ربطها مع هذه التطبيقات Angular تمام ReactJS او اي شي كان انت ممكن تربط الAPI مع اي منصة انت تريدها فلذلك الAPI جدا مهم تتعلموها لانه انت بمجرد ما تصنع الAPI لك القدرة انه تربطها مع اي شي اخر مهما كان البلاتفورم او اللغة اللي تم استخدامها الاشياء اللي انا احتاجة مبدئيا انه انا احمل ال Ruby on Rails تمام ففي البداية تأكد انه انت عندك ال Ruby تم تحميله وهذا الاشياء انا راح اتصورها انه انت عاملها ليش لانت تدارس الدورة الاولى والدورة الثانية تمام فتحتاج لانه تتحمل ال Ruby تحتاج لانه تتحمل Rails ايضا ذو الاثنين تحملهم وموجودات في الفيديو كيف تحملهم على ال Windows وعلى ال Linux لكن على الماك لم اقوم بشرحها راح يشرحها للمرة الاولى اهنا بس مجرد تكتب r ew install Ruby تمام هذا راح يقوم لك بتحميل Ruby زايدا تحتاج الى انه انت تحمل gem install bundler اوكي هذا ايضا تحتاج بعد ما تحمل Ruby تحتاج ايضا الى gem install rails تمام هاذا راح يقوم بتحميل rails اذا حبيت انه rails يكون عندك حديث على سبيه مثال الان لما اكتب rails minus v راح يطلع لي النسخة 5.2 لما اكتب Ruby minus v راح يطلع لي 2.5 الاصدار الاخير بالنسبة لجمعة الماك ممكن نوت تتحملها عن طريق الذهاب الى موقع اتصور لو نكتب هنا انا في عندك documentation حاضر install Ruby on Mac او rails هادا اتصور بالGoRails اه بالضبط goRails هذا الموقع اللي اسمه GoRails يعني انت بس مجرد اكتبت في Google Install Ruby Rails on Mac تمام؟ فتلاح لك اول موقع اوكي اللي هو GoRails في موقع GoRails يعلمك كيف تنصبها تنصيبه سهل جدا لاحظة هنا عندك OpenTool عندك Mac عندك Windows انا شرحت في الفيدورة في الدورات في الدورة السابقة الدورة الاولى هذا شرح على الفيدورة اوكي الناس اللي تستخدم نفس النسخة اللي انا انا استخدم انا لين من اعشاق في دورة ورائد هات فموجودة في هذا الدورة عندنا OpenTool Mac عندنا Windows فمن الماك عندنا نسخة الاخيرة ممكن او حسب النسخة اللي عندك انت تمام؟ كيف تتاكب من النسخة بسيط جدا اتعال هنا انا على الابل اعمل system لا مش system about about this mac هيطلع لك النسخة لاحظ 10.13.4 فهنان انت عندك 10.13 اوكي فاول شي تحمل ال home هذا هذا فقط مجرد تعمله copy paste في الترمنال لاحظ 2.5.1 ممكن تحمله هذا فقط copy paste في الترمنال وقل انتر تمام؟ بعد ذلك بعد ذلك ممكن انه انت تنزل الاسفل اللي هو من الواجهة الاساسية تحمله من الموقع الرسمي الخاص بها تحمله سهل ومجرد next يعني ما فيها شي غريب مجرد next انتهى اوكي فعندك هنا لعمل اول application فاحنا نحتاج لكتابة rails new خلي نقول راح نسميها راح نسميها my api تمام؟ لكن انتبع my api راح يعملك تطبيق للرايلز عادية لازم نذكر نقولها minus minus api تمام؟ يعني انه هذا المشروع للرايلز طبعا هذا خلي نغيرها لانه ممكن يعملك مشكلة خلي نسميها ب new blog تمام؟ راح نسميها بلوغ أو اوكي بلوغ my website ايشي my blog تمام؟ حتى يكون مختلف minus minus api هذا مهم جدا لانه هذا راح يقوم بتحميل الرايلز على اساس الرايلز راح يحمل الخاصة بالapi انتبع فيكتب minus minus api اذا عملت انتر راح يقوم باختيار الاساسي للرايلز اللي هو sql light لكن احنا راح نستخدم في هذه الدورة mysql تمام؟ فاذا عملت انتر راح يستخدم sql light وممكن ايضا احدد ال database لاحظ في طريقتين لتحديد ال database يا اما minus d الي هو database minus d يساوي mysql تمام؟ الان راح يقوم Ruby on rails بتحميل المشروع على شكل api زاعدا انه راح يقوم بتحميل مكاتب الخاصة بال mysql جميل؟ حلو طيب post degree ممكن تعمله post degree عادي اذا تحبه sql light sql light كل الكماندات اللي راح يقوم باستخدامها في mysql من migration و الى اخره كلها نفس الكلام بالنسبة لي post degree نفس الكلام بالنسبة لي من لل sql light يعني لحد ليجيني بعد الدورة ويقول لي اوكي انت شرحت عن mysql ليش ما تشرحان sql light ليش ما تشرحان post degree يا شباب يا جماعة ترى الكماندات اللي راح يتم استخدامها هي الكماندات جنرال عامة يعني تنفع لأي database اوكي انت مجرد اتبع واختار الdatabase اللي يجبك طيب قلنا في طريقتين لتحديد الdatabase ياما اكتب minus d ياما اكتب minus minus database فانت حر minus d او minus minus database مجرد اضغط على كلمة اه قبل ان اعمل enter هنانا طبعا كنت راح اعمل كارثة وافروض ان انا اعملها في الديسكتوب اوكي اول شي خلي نشوفه هنانا الampsνα pwd اه موجود في الـusers اللي هو محمد اوكي لحظة ls cd اه ممكن ان اعمله في document مثلا document تمام clear ls لحظ فهنا اجي اعمل ماذا اجي اعمل rails new my blog منس منس اي بي اي لانه علي تصنع اي بي اي database equal to mysql اوكي بهذه الصورة طيب اذا انا بس مجرد اضغط على enter راح يقوم بانشاء المشروع طبعا ممكن ياخذ وقت وهذا الوقت يعتمد على مين يعتمد على بسرعة الانترنت الي عندك تمام فلازم تصبر شوي يقوم بتحميل يخلص التحميل يبدأ بالخطوة التالية تمام الان انت عندك التطبيق تم تحميله كل اللي تحتاجه تعمل cd my blog تمام clear الاس الان انت في داخل من داخل الروبيون ريالز داخل التطبيق هذا اهم شيء اوكي يحتاج من عندك ايضا اعدادات ال database اللي انت لازم تربطه مع ال database قبل تشغيلها ممكن هناك كتابة rails s اعمل enter rails s يعني راح يشغل لك التطبيق تمام فلما ارجع هنا هذا التطبيق بيشتغل على ال local host على ال port 3000 فلما اجي هنا انا اكتب له local host 3000 هنا راح يطيني مشكلة ليش؟ لان يقول لي انه انت اصلا اكسس ديناي تروت احنا ربطناه مع ال database اول شيء لازم نعمل له database وبعدين فليعمل database ممكن استخدام ال database local ممكن استخدام database cloud احنا نعرف كل زين انه راح نستخدم database cloud صح؟ فيا اما تعرف ال local يا اما تعرف ال cloud ايه منهم تختار انت براحتك زين هذا راح ننجل للدرس القادم انحل فيها مشكلة ال local اللي صار عندنا في rails لان احنا بس مهم كان عندنا ننصبه لأن الموضوع التالي هو الهيريكو مع داتابيس كلير ديبي رح يأخذ شوية وقت فما تصورنا يعني نوقف ونعملها بالدرس القادم يكون أفضل لهنا نقول لكم مع السلامة